أهلا أفصحت الفيفا أن الإعلان عن البلد مستضيف دورة 2030 كأس العالم سيكون في الفصل الرابع من سنة 2024 في حين قالت بأنه الإعلان عن النظام الخاص بالترشيح سيعلن عنه في اجتماع المكتب الانفيدي شهر شتنبر أكتوبر من السنة الجارية بالإضافة إلى ذلك وهذا هو الأهم في موضوعنا في هذه الحلقة هو أنه أعلنت عن دفتر تحملات الخاص بكأس العالم يهم هنا الأمر بحكم أنه المغرب تقدم بشكل رسمي يوم 14 مارس بكيغالي برواندا أعلن عن ترشيحه لإحتضان كأس العالم إلى جانب البرتغال وإسبانيا وستتبع ذلك تعيين فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية للكرية القدم على رأس اللجنة المكلفة بترتيبات خاصة بترشيح المغربين على مستوى الدفتر التحملات الذي يهم الملاعب والفنادق وكل ما يصاحب ذلك هناك شروط معينة ستقوم اللجنة من الفيفا بمراقبتها ومتابعة ماذا تنفيذها من طرف الدول المرشحة بالنسبة للملاعب هناك فرض أن يكون المرشحون أو المرشح يتوفر على أربعة عشر ملعبا من بينها سبعة ملاعب جاهزة يعني في الوقت اللي هي تبدأ الترشيحة اللي هي تبدأ الزيارات ويكون الترشيح ديال أي دولة لحسيطان كأس العالم خصوصها تكون سلفا عندها سبعة ديال الملاعب جاهزة عندما أقول جاهزة فهي بالنسبة للترشيح المغربي تكون على المستوى العرضي مع إسبانيا والبرشوغة المغربية وعتقد هذا الأمر ليس صعبا أكثر من ذلك أن المقصول بأنه جاهزة وهي أنها تكون جاهزة أو أنها تكون في طور البناء في الوقت اللي هي تكون الترشيح أو مسألة جديدة تكون أحد الملعب في مرحلة جديدة بدون ما يتم تغيير المعالم دياله إذن أربعة عشر ملعب هتكون مزعبية الدول الثلاث وتيبقى أن هذا الأمر سيخدع المشاورات بين الدول الثلاثة بين اللي جنائي ترأس فوزر القجع أو باقي اللي جان المشرف على الترشيح في إسبانيا والبرشوغال كل ملعب بقى استيعابية دياله أولا الملاعب لا تحتضم دور المجموعات ستكون فيها 40 ألف مقعد ستحتضم دور المجموعات دور التومون والربوع مباراة الصف تحديد المحتلة الصف الثالث كل هذه المباراة ستجري ممكن أن تجري إلا في ملاعب العدد المقعد فيها 40 ألف فما فوق هذا من ناحية ثم ملعب 60 ألف مقعد مخصص لنصف النهائي ثم ملعب 80 ألف مقعد اللي غير يكون مخصص لحفل الاختتام وافتتاح هنا تشوفوا الملاعب اللي عند المغرب تنصبوا بأنه طانجة 65 ألف الرباط 64 ألف الضار بيضاء 45 ألف مراكش 45 ألف أجادير 45 ألف وفاس 45 ألف مع استحطار أن هناك تعديلات تجرى على عدد المقاعد وعدد المدرجات الموجودة أو توسعة المدرجات الموجودة في ملعب طانجة الخصوص وأيضا الرباط وإلى ذلك من كل التعديلات التي تجرى حاليا في الملاعب المغربية وكل ملاعب بدون استثناء يجب أن تكون مغطاة أو عند ضغطة متحرمة على مستوى كان واحد الأماكن خاصة تنقلوا VIP أي Very Important Personality أو Very Very Important Personality يعني أصبح أصناف بالنسبة للصرف أول VIP يجب أن الملاعب الاختتام والافتتاح يجب أن يكون في ألفين مقعد على الأقل خاصة للصرف من المتفرجين أو الضيوف الملاعب التي تحتضن نصف نهائي يجب أن يكون فيها 1300 مقعد في الضوار الربع يكون فيهم هذه الملاعب التي تحتضن ضوار الربع 800 مقعد مخصصة للفئة هذه ثم المباراة للمجموعات ستكون 700 مقعد الغريب والطريف الأمر هو أنه يحدد تحت العرب المقعد التي تحتوي أن يكون 0.6 متر يجب أن تكون منصة VIP فيها صالون الضيافة المساحة 1.8 متر كل ضيف يعني لدينا 700 ضيف يجب أن تكون ضربة في 1.8 وهذه هي المساحة أعدام الأشياء الدقيقة في الضفتر التي تحملها بالنسبة لأدية مهمة أن الفتاح الخيطة يكون 300 مقعد نصف النائي 200 مقعد ربع مائة وخمسة وسبعين في المباراة الأخرى وهنا في نفس المقعد 0.6 متر ولكن العلو يجب أن يكون متر والسالون يجب أن تكون جوج متر كاري لكل طيف كل ملعب يجب أن تكون لديه مساحة مخصصة لوقف السيارات داخل ملعب وبالخارج يجب أن تكون في أماكن محيطة بالملعب كما يجب أن تكون في قطر كانت أيضاً أماكن بعيدة على الملعب وهي فيها أماكن وقوف السيارات بالنسبة للملعب التدريب الشرط الأساسي هو أن الملعب مخصوص يكون في التدريب لا تكون المسافة بعيدة بأكثر من 20 دقيقة على الفندق أيضاً يجب أن يكون مراكز الدولية للبت أي ABC التي تقوم بعملية احتضان الإعلاميين ومن نتيجة دار البت ويجب أن تكون فيها 45 ألف متر كاري وفي الخارج تكون مساحة أخرى تمليلاً في متر كاري يجب أن تكون أماكن المتفرجين أو فان زون أو فان فيستيفال وهي التي ستكون مفتوحة المتفرجين ومفروض أن كل مدينة فيها المباريات ديال الكأس العالم سيكون فيها هذه الأماكن وتكون بطاقة استيعابية ما بين 15 إلى 40 ألف متفرجين بالنسبة للسكن سيكون المتفر جميع المكاتب الفيفا والجامعات والمنتخبات والحكام والإعلام وتكون فنادق خمسة أربعة ثلاثة فئة ثلاثة النجوم الجمهور كذلك وأيضاً وأيضاً مراكز الضيافة وشوق الخلكيرة إلى آخرين بالنسبة للعدد التي ستحدد لكل مدينة فهما هنا الإشارات بأنه 20% متفرجين كل ملعب في مدينة هي المقابلة التي ستكون على مستوى على مستوى العدد الغرف في كل مدينة مستضفة واحد مباراة معينة أخير وهو أنه تكون واحد التزام تعاقدي ما بين الفيفا وما بين الدولة المستضفة أول التزام هو أنه تكون بالجامعة والحكومة والمدينة المستضفة والملاعب سواء الرسمية أو الملاعب للتداريب ثم التزام آخر سياسي من الحكومة أنها الدعم البطرة بشكل كامل والدعم السياسي لا تكون فقط تغير بالكلام وإنما تكون حتى على مستويات محددة الدرائب الجانب الإداري الجانب الأمني تأشيرات الهجرة التجيل رخصات العمال الصرف الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والتجارية هذه الشرطة التي ذكرت الفيفا وضعهم بشكل مفصل وفي أي لحظة تتصيب بأنه الدولة ما استطاعش أنها تستوفي بدك شفا أنها تقدر أنها تسحب منها ملف ذي للترشيح آخر نقطة وهي ينشر فقط الميزانيات التي كانت عرفتها كؤس العنم السابقة ألف وثعمائة وأربعة وثنين بلوية المتحدة ميزانية الدورة كانت سير فاسل خمسة مليار يعني نسس مليار دولار تحولت ألف وسبعة كوريا الجنوبية اليابان إلى سبعات المليار ألف وخمستاش عرفت أعلى رقم وهو خمستاش المليار ألف ورعب البرازيل ثم نزلت حداش فاسل ستة في روسيا ولكن طلعت في قطر إلى مئتين وعشرين مليار دولار بسبب أنه تم بناء تمنياد الملاعب كان ملعب واحد الذي كان واجد عن قطر وهو ملعب خليفة تم بناء المدينة كلها من ناحية الميترو إذن تمنياد المليار لتخصصات الملاعب حين أنه ما تبقى كله خصصة للمدينة إذن هذا على المستوى التاريخ الإعلان عن البلد المضيف على المضمون ضفة التحملات نتمنى التوفيق المغريب فالترشيح ديالو لتقدم لي أول مرة نهاية تمانيات وفي شلف كل مرة وكان قريف ألفين وعشرة بشكل كبير جدا لكن قدر الله ما شاء فعل نتمنى التوفيق في هذه التجربة إن شاء الله والأكيد أنه كل كل حدود إلى جنوب المغرب مع البرتغال وإسبانيا ونتمنى يتحقق هذا الحلم الذي سأعود لأناقش بأنه الأمر لا يتعلق فقط بتنظيم حدث رياضي بل هو أعمق من ذلك طاب يومكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر